اشتركوا في القناة هو موجود الآن في منزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخراب والإصلاح بين الشركاء والثبات ورح ينكث القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة عشرة وتسع دقائق من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج بما أن القمر اليوم رح يكون موجود في الأسد وموجود في العدراء معناته رح نأخذ من صفات البرجين أولا من الآن لغاية ساعة العصر بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة ارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لإلما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في زاوية جديدة ظهرت على الساحة هي زاوية تثليث إيجابية وهاي راح تكون بين الزهرة وبين اورانوس طبعا ذروتها ما في إلها ذروة لأنه الزهرة بتتراجع فرح يشكل يعني هذا تشكيل منفصل احنا بنسميه تأثيره لغاية يوم ثمانية اثنين هاي الزاوية راح تظلها موجودة لغاية يوم ثمانية اثنين تأثيراتها بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل اكبر كما انه بتصير شعبيتنا في تصاعد اكثر اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة وهي زاوية خطيرة هي زاوية الاقتران السلبية بين الشمس وبين بلوتو وهاي حكينا انه مستمرة لغاية عشرين واحد وهي اللي لها علاقة بانه بهاي الفترة بثور اعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن والتفجيرات بيتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد الحكومة حكومة ما سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بتعبئة ضد بعض الجمعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار احتمال وقوع حوادث تفجيرات او حرائق ظواهر طبيعية زلازل براكين تعري والعواصف والامور اللي لها علاقة بالجو بالنسبة للاحداث اللي رح تصير اليوم طبعا في عنا حدث رح يصير في ساعات الصباح وانا عملت حلقة موجودة على القناة نزلت يبل تم يوم هي انتقال الشمس الانتقال هذا رح يكون ساعة 2.39 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش رح تنتقل الشمس من برج الجديلة برج الدلو ورح تنكث في برج الدلو لغاية يوم 18-2 اللي هي فترة عيد ميلاد برج الدلو عشان هيك منقولهم كل عام وهم بألف خير طبعا رح تظل الشمس موجودة في برج الدلو لغاية الساعة 4.42 دقيقة مساء من مساء يوم 18-2 بتوقيت جرينتش بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ساعة 8.15 دقيقة صباحا يعني تأثيراتها طيلة النهار بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المساء يعني خلو المسار رح يبدأ من الساعة 8.15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش للساعة 2.00 ودقيقة عصرا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها من برج الاسد لبرج العذرة هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 2.00 ودقيقة عصرا بتوقيت جرينتش القمر خلاص بيكون استقر في برج العذرة عشان هيك بصير يأثر علينا من صفات برج العذرة فمنعود في هاي الفترة لطبيعتنا الجدد مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة التمرير الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا هاي الفترة في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا يلعب دور هام ومنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن في هاي الفترة بعض الاشخاص انهم يتفقدوا انفسهم او ينتقدوا انفسهم او يتوهموا امراض ما لها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين شرب الكحول مهدئات بوسعن اقتناء حيوان اليف بالفترة هاي او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد بالنسبة للزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال هي زاوية التقابل سلبية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في ساعات متأخرة من مأساء يوم الخميس اللي هي الساعة عشرة وثمانية وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش طبعا هي تأثيراتها من ساعات المغرب تقريبا او من العصر بتبلش تأثيراتها بشكل ملموس على جميع الابراج طبعا هاي الزاوية بتقول انه يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اللي اكثر حساسية طبعا من الان لغاية ساعات العصر بكون القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري الظهر والجانبان اما بعد ساعات العصر فبصير نقاط الضعف البنكرياس العمعاء الدقيقة الاعور القولون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم الجهاز اجهزة الاحساس اللي هي مثل العيون والاذنين طبعا هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية خلال هذا النهار اللي لازم نوفر لها العناية اللازمة واذا شعرنا باي شيء غير اعتيادي يعني مراجعة الطبيب بالنسبة لهذا اليوم طبعا لانه في خلوه مسار منقول انه يوصى بالعمليات الجراحية ولا تندون فترة خلوه المسار الا اذا كانت العملية اضطرارية ومتفق عليها ما قبل خلوه المسار فما في اي مشكلة ولكن انك تحدد موعد العملية في فترة خلوه المسار فهذا احنا منقول عنه ما بصير طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازلة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا يصلح للقص العلاجي اما بالنسبة لمطعم كورونا فطبعا بما انه الحساسية عالية اليوم راح تكون فعشان هيك منقول هو مناسب لاخذ اللقاح ولكن يفضل اخذ اللي هو اسبرين اللي هو منما يعدم لمدة ثلاث ايام وبرضه في المقابل اخذ اللي هو حبتين بنادول كل ست ساعات عساس الحرارة ما ترتفع ومكان الابر اذا كان فيه نوع من انواع التهيج او الالم ممكن دهون في السدين اللي هو مضاد حيوي او مراجعة الطبيب لاجل انه يكتب لك نوع مضاد حيوي لوكل او موضعي بيكون على شكل دهون بالنسبة للقمر بما انه راح يكون موجود في برج العذراء خلو المسار القادم راح يكون يوم السبت القادم يوم اثنان وعشرين واحد بيبدأ خلو المسار في تمام ساعة سبعة وخمس واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام ساعة عشر ودقيقتين مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزان اما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر انحسار المحدب ثمانتعشر يوم في تمام الساعة خمسة ودقيقتين عصرا بتوقيت جرينيتش بيصير التسعة عشر يوم عمر القمر وبيصبح نسبة الاضاءات ثمانية وثمانين خمس وثمانين لثمانية وثمانين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين يوم ثمانتعشر اثنين لانه هي في الجدي بده تنتقل حكينا للدلو ورح تضل في الدلو لغاية يوم ثمانتعشر اثنين مزاجها سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الاسد وبده ينتقل للعذراء حتى يوم اثنين وعشرين واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية عطارد في الدلو بيتراجع حتى يوم ستة وعشرين واحد ومن ثم الى الجدي حتى يوم اربعة اثنين منتحس بنسبة خمس وسبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين واحد سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المريخ في القوس حتى يوم اربعة وعشرين واحد منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الحوت حتى يوم عشر خمسة سعيد بنسبة خمسة زحل في الدلو حتى يوم اربعة ستة منتحس بنسبة عشر في المية اورانوس في الثور حتى يوم اربعة وشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ونبتن في الحوت حتى يوم ثمانية وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية بلوته في الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ما زال القمر من الآن لساعات العصر موجود في برج الأسد وبما أنه في برج الأسد يعني بيت العاطفة بيت الحدود فعشان هيك منلاقي العواطف أكثر هذا اليوم من عندنا رغبة كبيرة للتقرب من الأحباء أو التواصل معهم أو تفقدهم أو ملاقاتهم وقضاء وقت ممتع معهم في منك أشخاص رح يفكر فيه بهواية معينة أو نزوة معينة أو تغيير جو أو شيء له علاقة بالتجميل أو تغيير المزاج لأجواء إيجابية ودعمة بقوة وإنت اليوم عندك طاقة عالية جدا وملفت للنظر وخصوصا للجنس الآخر طبعا من ساعات العصر بتتغير الأجواء بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم ما في أي شيء في بدع للقلق ولكن أن القمر رح ينتقل للبيت السادس اللي إلو علاقة بالصحة وإلو علاقة بالعمل فعشان هيك تهتموا بصحتكم ورح تهتموا في أمور إلها علاقة بأعمالكم لأنه ممكن يتراكم العمل أكثر من المعتاد وتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من الأعمال فعشان هيك بدكوا تكونوا مستعدين عشان ترتب أمورك لإنجاز أعمالك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر موجود في البيت الرابع اللي هو برج الأسد فعشان هيك الاهتمام رح يظل موجود على أمور البيت والعائلة والترتيبات، تصليحات، مشتريات حدث عائلي أو أمر عائلي معين اهتمام بقصة عائلية، مناسبة إيشي له علاقة بالبيت، بالعائلة ممكن استئجار بيت، ترحيل اهتمام بترتيبات، بدكور، تصليحات يعني كل الأمور هاي واردة على حسب كل واحد وشو طبيعة حياته وشو اهتماماته ولكن هو له علاقة بالبيت واله علاقة بالعائلة لغاية ساعات العصر طبعا من ساعات العصر الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح يدخل على البيت الخامس اللي هو العذراء وبالنسبة لعلك هذا البيت هو بيت حظ وبيت قوة فعشان هيك رح تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ورح تعيش لحظات سعيدة وناجحة وبتحمل لك بعض الانفراجات والتطمينات والرومانسيات يعني بمعنى آخر رح يكون الجو مختلف تماما عن الأيام اللي مضت برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء القمر في البيت الثالث ما زال من الآن لغاية ساعات العصر فعشان هيك بظل النشاط موجود عندكم رغبتكم في الاتصالات والتنقلات الحوارات النقاشات قدرتكم على الإقناع وسرعة البديهة حركة يعني دقوبة جدا عندك طاقة عالية جدا اليوم حتى انت ملفت بالنظر بنقاشاتك ولكن أهم شيء تضبط عصبيتك ما في داعي للعصبية وما في داعي للتهوض يعني مش تندفع كثير بالطاقة هاي بالعكس استغلها بالأشياء الإيجابية والدعم لإلك لغاية ساعات العصر من ساعات الصباح لساعات العصر انتبه أثناء حركتك وأثناء قيادتك للسيارة من بعض الإصابات ومن بعض المخاطر ما في داعي للمغامرات من ساعات ما بعد العصر القمر رح ينتقل ويصير في البيت الرابع فعشان هيك الاهتمام رح يصير في أمور العلاقة في البيت والعائلة فعشان ممكن تعيد وتنظيم أموركم البيتية العائلية تصليحات ترتيبات أو حدث أو مناسبة عائلية ممكن زي ما حكينا يطرق عطل منزلي تهتم بتصليح أو مشتريات أو موضوع بتعلق بأحد أفراد العائلة صحياً نفسياً نقاشياً ما بتعرف برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان القمر طبعاً في البيت الثاني بالنسبة إلى كل هو العلاقة ببيت المال فعشان هيك بتظل الفرص مهيئة لمكاسب مالية عادة المكاسب هاي بتيجي من عمل إضافي أو بتيجي نوع من أنواع الهبات أو الدعم أو دعم مالي أو ممكن مستردات إليك أموال بتستردها ولكن الإجمال هو الاهتمام بالأمور المالية ممكن فوتير ممكن استحقاقات ممكن ترتيب وضع مالي ممكن بتعالج وضع مالي أو أزمة مالية أو قضية مائلية طبعاً هذا الأمر رح يظل مستمر معاك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر الأجواء رح تتغير رح يصير في عندك نشاط عالي جداً رح تنشطه في أمور إلها علاقة بالسفر القصير أو الاتصالات لكثيرة للحوارات والنقاشات ولكن بدك تكون هذا اليوم أكثر وعي على الطرقات أثناء قيادتك للسيارة في منك رح يهتم بأمور إلها علاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية زي التصليحات أو مشتريات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً القمر ما زال موجود عندكم وبما إنه موجود عندكم معناته الطاقة عالية جداً وبتعوضوا كثير من الأيام اللي راحت وخصوصاً إن وجود القمر وسعيد في نفس اللحظة هو والشمس فالطاقة اليوم مميزة واستثنائية عشان هيك اليوم تنشط بكثير من المسائل وممكن تبادر بأي موضوع بأي خطوة حتى على مستوى مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم الأجواء جيدة ورائعة جداً صحيح إنه الشمس مقابلك بتسحب منطقتك ولكن الشمس سعيدة وبالمقابل القمر سعيد معناته هذا يوم بالنسبة إلك مميز لغاية ساعات العصر من ساعات العصر طبعاً بتنهمكو في أمور العلاقة بالوضع المالي في منكو راح يهتم بدفع مالية أو استرداد بعض الأموال اللي له أو هبات أمور بنكية ممكن ترتيب وضع مالي معين أهم شيء نكو تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة والضياع بهاي الفترة وبنصح إنه ما تكفلوا حد بهاي الفترة لأنه الوضع مش مناسب برج العذراء بالنسبة لمهوليد برج العذراء طبعاً القمر ما زال موجود بالأسد يعني البرج اللي قابل كله بيت المتاعب فما زال فيه نوع من أنواع التشويش الطاقة الضعيفة بتحس إنه ما فيه راغبة لإنجاز بعض الأعمال بتتذمر من أقل تأخير ممكن إنه صير فيه سوء تفاهم أو التباس ممكن إنه شوي أشخاص وعدوك بأشياء وأخلفوا بوعدهم في هاي الفترة أو بتشعر إن الأمور مش ماشي معك تماماً عشان هيك بدك تنتبه على حالك حتى تنتبه على وضعك الصحي من الآن لغاية ساعات العصر طبعاً ما فيه إشي خطر على الوضع الصحي ولكن فيه بعض التقلبات من ساعات العصر طبعاً القمر رح ينتقل ويصير لعندكم بما إنه صار عندكم الأجواء رح تتغير رح تمتلقوا نشاط حيوية تنقلب كثير من الخيارات لصالحكم عشان هيك رح يناسبك الوضع أكثر من ساعات العصر وما بعد ورح تتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك فعشان هيك الأجواء رح تتغير وتكون داعمة بشكل كبير لإلك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً القمر الآن موجود في برج حليف لإلك ولكن في ساعات العصر رح ينتقل للعذراء اللي هو بيت متعبة فعشان هيك من الآن لساعات العصر بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء منكو ممكن يعني يتوجه له دعوة حضور حفلة مناسبة ممكن لقاء صديق ممكن حوار نقاش ممكن شوي يصير في نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين بعض الأشخاص كمناسبة اجتماعية أو دعوة اجتماعية أو حفلة معينة طبعاً هاي الأجواء رح تضل بهذا النسق لغاية ساعات العصر فعشان هيك إذا في شيء مهم وضروري حاول أنك تنجزه قبل ساعات العصر لأنه من ساعات العصر القمر رح يوصل لبيت متاعبك مثل ما حكينا ووصوله لبيت المتاعب يعني أنه فترة مقبلة عليك يومين ونص تقريباً فبتدخلوا فيها في فترة غير مريحة فبتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم وفي هاي الفترة ما بنصح توقيع عقود وما تحسوموا أمر ما تصدروا قرارات لأنها تعتبر فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحض برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً القمر ما زال موجود في بيت السمعة وبيت السمعة يعني ضغط شوي بكون عليكم لأنه بالفترة هاي بصير الاهتمام كله للمحافظة على مصالحكم في مجالات العمل مجالات السمعة علاقتكم مع المسؤولين العلاقات الاجتماعية الأشياء هاي هو بكون ضاغط عليكم ممكن يسبب بعض المتاعب اللي إلها علاقة متاعب عائلية أو متاعب شخصية أو مع الأحبة ولكن يعني أهم إشي أنه من الآن لساعات العصر لأنه القمر ما زال موجود في هاي المنزلة إنك تحافظ على سمعتك ما تغامر ما تجازف ما تدخل بأي مواجهات مهما كانت حاول إنك تصبر لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر بتنشطوا بين الأصدقاء أكثر منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو في مناسبة سعيدة وبرضو الوضع اللي اجتماعي بكون غير وحتى الأجواء عندك إلها طاقة وطابع باختلف تماما عن الأيام الماضية عشان هيك الفترة هاي حاول تستغلها في كل الأشياء المهمة والضرورية لأنه برضو أنت مقبل بعد يومين وربع على إنه القمر رح يكون في بيت متاعبك فعشان هيك حاول إنك تستثمر هذا الوقت بإشي لمصلحتك ولمنفعتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر موجود في البيت التاسع لألهم فبظل النشاط في أمور الاتصالات والحوارات والسفريات وخصوصا لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد أو تعامل مع الأجانب حتى على مستوى الامتحانات الجامعية ممتاز حتى التقرب من الأحباء ممتاز جدا يعني الأجواء إجمالا بتكون ممتازة من الآن لغاية ساعات العصر من ساعات ما بعد العصر الأجواء رح تتغير لأنه القمر رح ينتقل ويصير موجود عندك في بيتك العاشر له بيت السمعة فعشان هيك الأهم بصير أنه كيف تحافظوا على سمعتكم كيف تحافظوا على مصالحكم الاجتماعية كيف تنظموا علاقتكم ما بينكم وبين المسؤولين بتصير فترة ممتازة للي بده يدم على وظيفة عمل أو على عمل جديد أو على ترقيه أو أنه بده يقابل المسؤول عنه فهاي فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء أنك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء هاي الفترة لا تصلح للمشاكل ولا للمشاحنات ولا للمجازفات حاول إنك ما تشوه سمعتك في هاي الفترة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي القمر موجود في البيت الثامن اللي هو الأسد لغاية ساعات العصر يعني الاهتمام كله على الأموال المشتركة الأموال اللي معك شريك فيها إذا ما يخد قرض من البنك البنك شريكة إذا فلوس عند الضريبة الضريبة شريكتك إذا إلك تعويضات تعويضاتك هاي الجهة اللي بدك تتعوض منها شريكك ما للزوج شريكك يعني الأموال اللي فيه طرف تاني فيها هاي اسمها أموال مشتركة ممكن هاي الفترة تكون من الآن لساعات العصر فيها فرص لمكاسب مالية بتيجي من شراكة من تعويض من ميراث من قرض من أمور إلك الديون على أشخاص بتطالبها بتحاول تحصلها هاي الفترة جيدة لكل شيء قديم حتى الأمور القديمة اللي العلاقة بالتاريخ برضو ممتازة من ساعات العصر الأجواء رح تتغير لصالحك أكثر وأكثر رح تنشط فيه أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة التعامل مع الأجانب الامتحانات الجامعية القضايا القضائية ولكن اليوم تعديدا بتكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن وبرضو اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس يستعب بشكل جيد برج الدلو بالنسبة لمهوريد برج الدلو القمر ما زال مقابلهم تماما وهذا بيعمل رهاق كبير دائما لأي برج فعشان هيك اليوم بيحزز النقاط من الآن لغاية ساعات العصر إنه بتعزيز الشراكات المصالحات التقارب من الشريك من الزوج شريك المال فتبدأ بشركة جديدة ولكن انتبه فترة خلوه المسار ما بتصلح عشان هيك هاي فترة مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون طرف ثاني معاك فيه يعاونك في هذا الموضوع فهاي فترة ممتازة جدا أهم إشي إنه هاي الفترة لأنه فيها ضغط وإنت طاقتك ضعيفة حاول إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإجابيات ابعد عن المشاكل قد ما تقدر يعني مين ما حاول يفتح جدال معاك أو يستفزك بأي طريقة كانت امسك عصابك لأنه أنت الخاسر طاقتك أنت الضعيفة وهو الخصم أقوى منك من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا تنظيم أمركم المالية المشتركة تقدروا تنجزوا واجباتكم بضقة حتى ولو كثرت طاقتكم بتزيد بزيادة أكثر بتصير فعشان هيك اليوم تقدروا إنه تنفذوا أي شيء ونفذوا دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية الأجواء بتصير داعمة على المشتوى المالي بشكل كبير فعشان هيك بتكون تستغلوا هاي الفترة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر موجود الآن في البيت السادس وبيتينتقل لمقابلتكم يعني هو في مراحل المقابلة المراحل اللي طاقتكم بتكون شوي نازلة فيها فعشان هيك بتشعروا من الآن لغاية ساعات العصر إنه ما عندكو جلد ما عندكو طاقة للإنجاز أو لإنجاز الأعمال فعشان هيك محتمل تتراكم الأعمال عندكم محتمل أشخاص منكم يتغيب عن عمله هذا شيء أنا ما بنصح فيه حاولونكو تنجزوا اللي بتقدروا عليه من أعمالكم حتى لو اضطريت إنك تعمل ساعات إضافية ما تخلي أعمالك تتراكم عندك انتبه لغذائك وانتبه لراهتك ما تسمح للواجبات بإنها تترافق مع بعض يعني يكون عندك عملين في نفس الوقت بتحب إنك تنجزهم مع بعض ما بزبط يعني بدك تنجز الأعمال المهمة وتراعي وضعك الصحي يعني إذا شعرت بأي ارتراق أو تعب ارتاح ريح نفسك ما في شيء مقلق بالنسبة للوضع الصحي ولكن انت في طاقة ضعيفة الآن عرضة لأي مشاكل صحية حاول أنك تأخذ قصد من الراحة وإهداء لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتتغير الأجواء شوي ولكن الطاقة بتظل ضعيفة ولكن بصير في قدرة على تعزيز العلاقة مع شركائكم مع الزوج مع الشريك المال مع الخطيب يعني شراكات أهم إشي أنكم تكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم برضو نفس الإشي حاضروا من الخلافات وحاولوا أنكم ضخموا الأمور خذ نفس هيك وتمشي الأمور إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء